التداعيات الكارثية لحرب تأمين الحدود أحدث هذه التداعيات قصف لطائرات تابعة للتحالف العربي استهدف سوق علاف المعروف بسوق الليل في مديرية سحار بمحافظة صعدة القصف طال فندقا شعبيا في السوق كان مكتظا بالعشرات من الباعة والمتسوقين متسببا في قتل 29 شخصا وإصابة قرابة 30 آخرين فيما تظهر الصور حالة قصور بادية في التعامل مع الجثث ناهيك عن قلة الإمكانيات التي حالت دون إسعاف العشرات ممن أصيب في هذا القصف أثارت غارة التحالف على السوق الشعبية في سحار ردد أفعال عديدة منددات بالغارة إحدها جاءت من منسق الشؤون الإنسانية في اليمن جيمي ماك غولدريك الذي أعرب عن قلقه البالغ وعبر في تعليق مقتضب على حسابه في تويتر عن سخطه من الإهمال التام والمستمر لخسائر أرواح المدنيين ردود الأفعال هذه استدعت توضيحا من قيادة التحالف العربي على لسان المتحدث باسمها العقيد الروكن تركي المالكي الذي أكد أن القيادة المشتركة للتحالف تقوم بمراجعة إجراءة ما بعد العمل لعملياتها المنفذة كافة وخصوصا مكان وزمن الحادثة ومحل الإدعاء وقال المالكي إنه سيتم الإعلان عن النتائج الأولية حال الانتهاء من إجراءة المراجعة الشاملة والتدقيق العملياتي شيئا فشيئا تتجه الحرب في اليمن لتصبح مجرد عمليات متقطعة ضد أهداف غير واضحة تتاخم الحد الجنوبي للمملكة يأتي ذلك فيما تتواصل مهمة تكريس النفوذ والضرب الحلفاء في المناطق المحررة عبر السعي إلى تفكيك المقاومة والجيش الوطني وإثارة اليأس الشامل إزاء مهمة التحالف العسكرية في اليمن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر